شكرا لك يا ربا مشاهدين الكرام دعونا الآن نتابع هذا الموضوع الذي يشكل هاجس بالنسبة لشركات المصنعة للأجهزة المحمولة أو حتى بالنسبة للتكنولوجيا بشكل عام المشكلة هي حقوق الملكية والفكرية التي يتم اختراقها من شركات أخرى لمحاولة المنافسة بأي طريقة كانت المنافسة احتدمت بشكل كبير جدا عن السوق التي سنتحدث عنها هنا وهي سوق الهواتف المحمولة لدرجة دفعت أن الشركاء في العمل ومن يتعاملون فيما بعضهم البعض بمعاملات تجارية يدخلون مع بعض في قضايا وبالرغم من ذلك يستمرون في تعاملاتهم مع بعضهم البعض وبالتالي أخذنا موضوع أنهم شركاء وهرماء هذا الرسم البياني الذي أخذنا من موقع آيفون اسلام دوت كوم يعرض الصورة التي تدور فيما بين القضايا القانونية فيما بين شركات كثيرة في العالم كما نستطيع أن نرى كمثال أبل هناك قضايا بينها وبين السامسونج سنتحدث عنها مع HTC مع موتورولا مع نوكيا مع كودك شركة ريسيرش ان موشن تعرضت لقضايا من كودك ومن دولبي سوني مع ال جي انتر ديجيتل مع هواوي هواوي شركة مصنعة لتقنيات المحمول الصينية هواوي رفعت قضايا على موتورولا مايكروسوفت دخلت في صراعات أخرى هذه الصورة تعطينا انطباعا ما يحدث في عالم التكنولوجيا البعض يحاول أن يربح من هذه القضايا كمثال مايكروسوفت مايكروسوفت أخذت من قضية رفعت على جوجل لحصولها على حقوق أخذت أكثر من 444 مليون دولار فقط كحقوق من جوجل وبالتالي نحن هنا نتحدث عن مكاسب ضخمة تحقق من هذه القضايا نبدأ الآن بالحديث عن أبرز النقطة الرئيسية التي دفعت المستثمرين أو دفعت الشركات إلى البدء في هذه المنافسة القوية هذا الشخص هو إيريك شميت هذا الشخص كان يعمل في السابق هو كان عضو في مجلس إدارة أبل وكان يشغل منصب الرئيس التنفيذي لجوجل قدم استقالته من عضوية إدارة أبل لتضارب المصالح مع اتجاه هذا الشخص إلى جوجل بدأت المنافسة بشكل محتدم الكلام قال هذا الرجل أن توقف أبل عن الإبداع واللجوء إلى المحاكم يعتبر أمر مقلق للغاية دعونا الآن نبدأ بها القضايا الرئيسية التي بدأت من نوكيا ضد أبل نوكيا قادت أبل بخصوص استخدامها لبعض تقنيات الواي فاي في أكتوبر من العام 2009 أبل ردت برفع قضية مضادة على نوكيا في ديسمبر من العام 2009 وبالتالي انتهى النزاع بين الشركتين بعد يوليو من عام 2011 بعد الاتفاق على دفعات مالية من أبل تقدم دفعة واحدة لنوكيا بالإضافة إلى حقوق ستأخذها نوكيا بعد ذلك على مرور الوقت القضية الأخرى بدأت لأبل ضد أش تي سي قادت أبل قادت أش تي سي لاختراقها لعشرين براءات اختراع بدأت في مارس من العام 2010 المحكمة قبلت ادعاء واحد فقط من ادعاءات أبل لهذه الحقوق الملكية والفكرية أش تي سي ردت بدعوة قضائية على أبل لاختراقها أربع براءات اختراع والقضايا ما زالت مستمرة حتى الآن وقالت شركة أش تي سي أنها ستبقى مستمرة في هذه القضايا إلى أن تتوقف أبل عن القيام باختراقاتها هذا حسب الدعاء أش تي سي موتورولا قضية طويلة جدا دارت فيما بين أبل وموتورولا في مناطق مختلفة جدا سنتبعها الآن موتورولا قادت أبل في بداية الأمر لاختراقها ست براءات اختراع في أكتوبر من العام 2010 هذه القضايا دارت في خمس ولايات مختلفة في الولايات المتحدة الأمريكية موتورولا قادت أبل أيضا في مكانين أخرين لاختراقها ثمائة عشر براءات اختراع أبل ردت على موتورولا لاختراقها ست براءات اختراع في نوفمبر من العام 2010 وتستمر القضية لدينا أيضا مقاضاء من أبل لموتورولا لاختراقها ثمائة عشر براءات اختراع في ديسمبر 2010 كلها براءات مختلفة لا يمكن إطلاقا أن يكون هناك وقت لنتحدث عن حجم هذه القضايا أبل قادت موتورولا في مكان آخر لاختراقها ست براءات اختراع في أكتوبر 2010 ثم ردت موتورولا على أبل لاختراقها ثمائة عشر براءات اختراع في ديسمبر من العام 2010 طبعا نتذكر أنه في أغسطس من العام 2011 جوجل استحوذت على موتورولا أبل قادت مترولا لاختراق ثلاث براءات اختراع في أكتوبر من عام 2010 كلها في أماكن مختلفة وحول براءات مختلفة وكانت ردود المحاكم مختلفة أيضا في هذه القضايا أبل وسعت نطاق الاتهامات على مترولا في منتصف مارس من عام 2011 باعتراضها على مترولا أنها اخترقت أمور كثيرة جدا لا تقف فقط على براءات الاختراع بل بالعكس تخطت أمور المنافسة الشريفة وسرقت الأفكار وما شابه مترولا ردت بدعوة قضائية خارج الولايات المتحدة تحديدا في ألمانيا في إبريل من عام 2011 على مترولا أيضا استمر النزاع قادت مترولا في ثلاث محافظات ألمانية ما بين مايو وديسمبر هذا بعد أن خرج النزاع وأخرجته مترولا إلى خارج الولايات المتحدة الأمريكية أبل اتجهت إلى ثلاث محافظات ألمانية بين مايو وديسمبر 2011 أبل حاولت منع مترولا من إكمال قضية ألمانيا عبر قضية في كاليفورنيا تمنع مترولا من مقاضاتها في ألمانيا وثم اتجهت أبل إلى الاتحاد الأوروبي تحديدا بالكامل لمقاضاته في فبراير 2012 هناك جلسات ستكون في يونيو الجاري في هذه القضايا بالنسبة للصراع الأكبر أبل وسامسونج سامسونج ركزت مع أبل بشكل كبير جدا بالرغم أن البداية كانت من شركة أبل السلسلة أو سلسلة هذه القضايا بدأت بين الشركتين من ربيع 2011 في أغسطس 2011 وصل عدد القضايا تخيلوا ما يدور الآن في المحاكم في العالم كله فقط مما بين سامسونج وأبل عدد القضايا 19 قضية في 12 محكمة في 9 دول مختلفة في 4 قرات هذا هو حجم النزاع القضائي الآن في أكتوبر أصبحت الدول إلى 10 دول سنتحدث عن حجم هذه الدول وما هي الدول التي أصبح فيها النزاع قائم بدأت القصة بالأصل في أن أبل رفعت قضية على سامسونج في إبريل 2011 في كاليفورنيا تحديدا حول منتجات سامسونج التي تشابه فيها منتجات أبل حتى في علبة المنتج كانت تشبهها سامسونج ردت على أبل بقضايا في كوريا واليابان وألمانيا امتد النزاع إلى فرنسا وإيطاليا وهولندا واستراليا وبريطانيا ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل أن أبل حصلت على قرارات من بعض المحاكم بمنع منتجات حصلت على حكم أمريكي أولا للإطلاع على منتجات سامسونج المستقبلية قبل طرحها سامسونج إذا أرادت أن تطرح منتج يجب أن تذهب لأبل تريه المنتج لكي تسمح لها أبل بالقيام بطرحه أيضا حصلت على حكم في ألمانيا وهولندا واستراليا بمنع بيع بعض منتجات سامسونج وما زال القضية حتى الآن قائمة أيضا لا يزال النزاع قائم حتى الآن وغير معلوم ومتى سينتهي هذا أكبر نزاع الآن في هذه القضايا بالرغم من ذلك أبل تشتري من سامسونج معالجات الأجهزة المحمولة وما زالت حتى الآن تقوم بذلك وأبل تشتري من سامسونج رقاقات الذاكرة الميموري كاردز وأبل تشتري من سامسونج شاشات أجهزة الآيماك وبالعكس قامت الآن سامسونج ستزود أبل بشاشات آيباد الجيل الثالث الجديد سامسونج هي التي ستصنعها له تخيلوا ذلك انتهى العرض للمنتج الجديد لأبل كان في نفس التوقيت سامسونج رفعت قضية في ألمانيا وفي أستراليا حول هذا الموضوع موضوع لا ينتهي تكلفته غير معلومة حتى الآن على المستثمرين وعلى حتى من يشتري هذه المنتجات لأن المنتجات تتحمل عليها هذه الأسعار سنرى إلى أين سينتهي هذا الموضوع وسنتابعه مع مرور الوقت